يوم جديد وموضوع جديد في الشارع العام موضوع اليوم إضراب المعلمين ما زال المعلمين مواصلين في إضرابهم عبر التصعيد السلمي عن طريق الإضراب لو جينا نأخذ معنا كلمة الإضراب هو الاحتجاج أو عدم الموافق على القوانين بصورة عامة بسبب أو التوقف الجماعي لبعض العمال رفض لبعض الدستير أو القوانين فعودينا نشوف رأي الشارع العام حول هذا الموضوع ونتعرف بك ونأخذ أول رأي مرحب بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الدين محمد فرح الحقيقة هو الإضراب حق بها مشروع يعني لكن كمان أنا برأي أنه هم يعني قدوة قدوة لتلاميذ لمستقبل لقدام يعني مع الظروف الرهنة والحاصة يعني أبهات التلاميذ بيكونوا مدينين حق رسومة السنة كويس فبتقوم تضيع عليهم تبقى عاتق زيادة على رقبة منه رقبة وللأمر فلذلك يعني والحكومة كمان تراهي حق المعلم المعلم عنده حق يدو له كويس لكن كمان يعني المعلمين بس المفروض يعني يدوا فرصة يعني مثلا يقعدوا للحكومة يجتبعوا بالحكومة يشوفوا مطالبهم شنو كويس حتى بعد ذلك يخشوا في الإضراب أو اعلنوا الإضراب من بدل جدا جدا حشان أو بداية السنة أو نهاية السنة كويس لأنه ما ممكن أنا الليلة أدين أجيب جروش أدفع رسوم لأولدي كويس المعلمين يخشوا لي في إضراب يعطوا لي ولدي السنة أنا الثاني أكون شنو بيقى عليه عمي جديد ولذلك أنا أرجو يعني بشكل المعلمين يتحلى كويس بأسرع وقت يعني يدوا أهمية يعني ذلك ما يدوا الصحة أهمية يدوا كمان التعليم الأهمية الأكبر وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مدير إداري منظمة السودانين بلا حدود أتشرفنا بك يا أستاذ حاليا دار أسألك رأيك شنو في إضراب المعلمين والله في الحقيقة شريحة المعلمين هي شريحة مهمة جدا وتعاني زي ما يعانوا المجتمع السوداني ولذا الإضراب أتى لضغوط وظروف يعني بها كل الشعب السوداني من ضغوط المعيشة وبالتالي شريحة المعلمين هي شريحة مهمة جدا ينبغي على وزارة التربية والقائمين على أمر هذه الوزارة حل غضايا المعلمين بأسرع ما يكون وبالتالي نحن أنا بعضيط على أنه العلاق يكون علاق جزري لأنه سمعنا كثير أنه حلوا مشاكل المعلم لكن الحلول ما حلول جزرية وبالتالي محتاجين لحلول جزرية وكافة الجهات ذات الاقتصاص نقول عن الحكومة إلى الوزارات المعنية بحل قضايا المعلمين طيب في المنطقة الحولك أو المدارس الحولينك هل أنتو المنطقة بتاعتكم شغالة بصورة عادية ولا مضربين؟ والله الإضراب فمع العام يعني عسى معظم المدارس الحوالين مواكفة يعني وحقيقة يعني هي صاحة من جانب سلبي بالنسبة للطلباء ومؤثر على العام الدراسي ولكن للأهمية ينبغي على أنه تكون هناك حلول جزرية حتى الناس يعني تتلاشى الحتة بتاعت الإضرابات وبتاعت المعلمين حسب التعريف العام للإضراب الإضراب هو التوقف الجماعي عن العمل فحاليا في جزء شغال وجزء ما شغال فهل من وجهت نظرك أنه هل الإضراب ناجح في بعض المشاكل؟ بالطبع راح يكون مؤثر بالطبع راح يكون مؤثر يعني حتى الناس الشغالين بيكونوا شغالين بنسبة أقل من النسبة الكونوا بشغل بها أقول وبالتالي مؤثر على الإضراب ده يعني بيأثر على مسيرة العام الدراسي وعلى مستوى الطلب يعني من وجهة نظرك الحلول ممكن تكون شنو؟ على المعلمين وعلى التعويض بطلاب في المقرارات الفاتتهم والله حقيقة التعويض فكل إضراب له السلبيات وإيجابياته فمن السلبيات أنك أنت يعني الطالب بيكون فات عليه عام دراسي فيه تزبزب في عدم إكمال المقرارات ومن جانب المعلم هو طبعا براعي المسألة دي ولكن بتكون عليهم عبة لأساس يقدروا يلحقوا بالفترات اللي فاتت شاكر لك كثير شكرا جزيلا وشكرا لغناط البلد ونتمنى للسودان التغضم والازدهار وحلول كافة المشاكل البتعيق مسيرة التعليم بالذات لأنه بالتعليم الناس بيطنهط وبالتعليم كل شيء إن شاء الله السلام عليكم وشكرا جزيلا وما زلنا مواصلين في الشارع العام حول موضوعنا إضراب المعلمين ونأخذ رأي جديد ونتعرف بك على اسم أبراهيم أحمد أب بكر رأيك شنو في إضراب المعلمين بصورة عامة والله إضراب المعلمين ده إنه وليك من حقه منه ما أدربه لأنه أول حاجة هو بأصفه في نقسه لو ما في نقسه ما كان هم مجنو أدربه ذاته لأنه نحن حاليا بنزألك أسر الإضراب على الطالب من ناحية نفسية أو الناحية بتاعت المقرارات بصورة عامة ممكن كيف يكون أسر؟ والله إخي وفي لهم في درر بالنسبة للطالب لأنه الطالب ده أصلا لازم في درر جديد جدا جدا لأنه أصلا هون على الفترة الدراسية أصلا هي قصيرة ولازال إنه حسوا الطلبة بمشو بها في أي معلمين أو أي حاجة وبيراجعين حس أنا أندي طلبة حسا حاليا وديتهم ما فيه يترجعتهم حسي تاني والله مفرد للزارة مفرد تشوف المشكلة التي تحل للطلبة دين إذا كان أصلا معلمين عندهم حاجة أناك سليم مفرد تشوفهم طوالي حاليا المطالب بتاعت وزارة الكهرباء أو وزارة الطاقة ومناس المساحة معظم المشاكل يتحلت فحاليا السبب وراء إنه المعلمين دي يجل المرة الثانية ويضرب المرة الثانية وما زال الموضوع في محله من وجهة نظرك الأسباب شنو في إنهما ما عايزوا يلبوا طلباتهم والله يا أخي نظري يا أيتو أنا شايف إنه مفرد النازل يعني الوزارات دي والحيات دي مفرد كلها تنو تجيب تجيب النازل تشوف مشاكلهم شنو أصلا هم دايرين شنو دايرين إذا كان مرتبهم ما مكفهم ومفرد يقعد يشوفوا مرتبهم دا وما وكم يشوفوا الزيادة لكن ما وفرد يعادر يقع أو يامو أو الحاجة ومفرد يجي يقعد يجتمع كلهم يجي يقابلوا الوزير يقابلوا أي ظل يقولوا يا أخوان إحنا المرتب دي ما مكفينا يعني حاولوا زيدونا عشان إحنا نقدر نقدر لكن ما وفرد يعادر يقعد في البيت يعني قعد البيت ما بحلل ل المشكلة لأي حاجة كون إنه ما جو لزارة أو ما مش أي مصالح حكومية ما بيحل له المشكلة المشكلة انت اخرى تمجي تواجح اديل الراس عديل تقعد معه اخوانا هنا مش عكلنا دي او المرتب اللي بتدونه دو ما مكفينة عايش وفي لان حلونا المشكلة دي طيب بالنسبة دل المعلمين بالنسبة للطلاب انهما في الامتحانات اللي بتكون موحدة او المركزية طالع من وسط التربية والتعليم في المغرر هنا في ناس بتكون فايتة وفي ناس لسا ما مخدر مغرر المشاكل دي ممكن يكون حلها كيف او الاسباب بتعطي والله يا اخي الوزارة المشاكل اللي مفروض كان مفروضة المزارة التربية والتعليم مفروضة حل المشكلة دي بالذات لان يا توقف المدارس دي كلها يا كبانت لان هي اقول لا كبانت تشوف لها حل لانه ممكن اخلوها كير في مدارس شغالة في مدارس قابلة يعني بذات حسين دي انا طلبة حسة حالين ما اعرفين اي حاجة فاتم كتير جدا جدا وفي ناس فاتم احنا دي اصلي ما الطريقة بتاعت هنا اي هالمشكلة في الختام دار تشوف او تتنصح المعلمين والطلاب اولي الامور باشنو والله يا اخنا ننصح ابي ازاد يعني للمعلمين المعلمين دي لها مفترض انتم تمشي تقعدوا تشوفوا اوزير التربية تعالى انتم تشوفوا الوزير ده تقعدوا معاهم لانه ان الادراب ده ما بحلل لكم مشكلة اولي يعني كانوا قادم في بيوتكم وخليتوا الطلبة ضيعتهم ساكت مفترض تمشي التمو وقل لكم امشي ناقلوا دار اشوفوا قل لي يا اخوان انا حصل لنا كده 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 بس او اولي عمر دل كمان انتم كمان راجل التلبة دل يعني ما اتخلهم كده ساكت لانه حصل بها الضيوم سايف الفاضي شكرا لك كتير اي شكرا لكم ان شاء الله طيب انتهم مشوارنا في الشارع العام ياريت كل المعلم زمان كان عنده هيبته اه والتعليم الحكومي بصورة عامة هس حاليا كل المعلمين اولي الامور يتوجهوا للتعليم الخاصة والغطاع الخاص اه باتمنى من كل المعلمين في يقربوا على السودان والوطن الحبيب انه يوحدوا كلمتهم ويتفقوا لكن يراعوا كمان للطلاب